الزعيم الروحي للتيبيت الدليلاما يحث الاتحاد الأوروبي على توجيه انتقادات بناء للصين بهدف موقفها من قضية إقليم التبيت الذي تسيطر عليه القوات الصينية منذ الخمسينيات من القرن الماضي ودعى الدليلاما من البرنامان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية كفى الدول العالم وبالأخص التكثل الأوروبي للضغط على بيكين هناك أمل وأنا أعتقد أنه من المهم أن يساعد العالم الخارجي سيما الاتحاد الأوروبي الذي أعتقد أنه يحمل الكثير من الدوافع والمبادئ الصديقة أن يساعد شعب جمهورية الصين من خلال تقديم بعض الانتقادات البناء التي تكون ضرورية في بعض الأحيان يقول الدليلاما وتتهم الصين الدليلاما بكونه انفصالي خطير لأنه يريد إقامة دولة مستقلة في التبيت عن طريق العنف ما ينفيه الدليلاما الذي يقيم في الهند بعد فراره من الصين نحن لا نسعى للاستقلال التاريخ هو التاريخ نحن معجبون كثيرا بروح الاتحاد الأوروبي هو نوع مستقل من الدول ذات السيادة شيء مهم وأقل أهمية في نفس الوقت المصلحة المشتركة هي الأكثر أهمية اتصال القائد الأعلى للبوذيين التبيتيين بالحكومات الأجنبية كثيرا ما يكون مصدرا للاحتكاك والخلاف مع بيكي ففرنسا لا تهتزم استقبال الدليلاما رسميا خوفا على علاقتها مع الصين وهي جدًا 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 جدًا